اهلا وسهلا بكم في برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي لرواد ورائدات الاعمال طبعا احنا كرواد ورائدات الاعمال بنفكر في المستقبل طول الوقت وبندرك قيمة التخطيط وبننفذ اللي تعلمناه واللي عرينا عنه ومهرات التخطيط اللي اكتسبناها على شغلنا ولكن احيانا كتير مننا بيغفل عن التخطيط الشخصي الاستراتيجي حياتنا مش سوامع منفصلة السومعة دي فيها شغلي السومعة دي فيها عائلتي السومعة دي فيها اصدقائي السومعة دي فيها نفسي لا حياتنا بتشمل كل المجالات دي في نفس الوقت وفي اليوم الواحد بنلاقي نفسنا بنفكر في ده وفي ده وفي ده وفي ده علشان كده احنا محتاجين خطة موحدة تجمع كل الامور المختلفة والجوانب المختلفة في حياتي في مكان واحد وتعمل تجمع كل المجالات دي في مخي وتخليني افكر في حياتي بشكل منسجم ومتناغم مش كل كورنر لوحده علشان كده وانا بصمم برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي لرواد الاعمال فكرت في بعض المشاكل والمخاوف اللي بتواجه رواد الاعمال الشباب والشابات او حتى الكبار اللي مقبلين على انهم يعملوا بيزنس خاص ليهم على انهم يبتدوا حياة بعيدة عن الوظيفة التقليدية او حتى اللي في وظيفة تقليدية لكن عايز يعيش حياة غير تقليدية فحياتنا احنا زي البحار اللي ماشي في خضم البحور والمحيطات لو معهوش الادوات اللي بتعرفه هو رايح فين وسكته واللي بتحافظ على مساره مظبوط طول الوقت هيتوه وهيضيع في البحور المظلمة دي علشان كده البرنامج ده متصمم على ان انت مش بس تعمل البصلة اللي هتهتذي بيها للوجهة اللي انت عايز تروحها ولكن برضو خارزة الطريق اللي هتمشي عليها واحدة واحدة واللي هتتأكد كل شوية ان انت على المسار الصحيح لو استثمرت الوقت والجهد الكافي هتنتهي من البرنامج ده وانت معاك خطة استراتيجية هتعرفك تعمل ايه بالزبط وايه الخطوات اللي تعملها اللي هتكون مناسبة لحياتك انت مش جاية copy و paste من حياة الاخرين توماس اديسون له كل مظاريفة جدا جدا عجباني قوي من زمان اديسون قال ان اذا قمنا بفعل الاشياء التي يجب علينا القيام بها فسنذهل انفسنا حرفيا يعني ايه كل واحد فينا عنده قدرات وعنده مهارات معينة وعارفين ايه اللي مفروض علينا ان احنا نعمله احنا مش محتاجين على فكرة حد انه يقول لنا من برا ايه اللي مفروض ان احنا نعمله لان ربنا سبحانه وتعالى خلق في كل واحد جوانا بصلة اخلاقية البصلة الاخلاقية دي بتدل وبتهديه لايه الخطوة الصحيحة اللي مفروض يعملها او بتقوله وبتلاقي كده صوت الضمير خافت جوانا بيقول لنا الفعل اللي احنا مقدمين عليه ده فعل صح ولا غلط على سبيل المثال اسأل طالب مثلا في سنوي وقوله هل مفروض ان انت تذاكر ولا تقعد تلعب فيديو جيمز حيرد عليك بكل تلقائية ويقول لك لا مفروض ان انا اذاكر هل ان هو بقى بيذاكر ولا ما بيذاكرش دي مسألة تانية مش هي دي قضيتنا في دلوقتي فانا عايزة وانت بتعمل هذه الخطة الاستراتيجية الشخصية لنفسك كرائد او رائدة اعمال انك تفكر في ايه الحاجات اللي مفروض علي ان انا اعملها ايه الامور الصحة اللي لو عملتها هتوصلني للحياة اللي انا عايز اعيشها هتساعدني على ان انا احقق النجاح حسب مقاييسي ومعاييري انا ودي دخلنا في نقطة مهمة جدا جدا هو ايه تعريف النجاح خاصة لرائد اعمال النجاح له تعريفات كتيرة اوي 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 لكن ابسط مثال لو انا قلت انا عايزة اروح السوفر ماركت اشتري زبادي وفعلا لبست وانزلت وروحت السوفر ماركت واشتريت زبادي ورجعت البيت هل انا كده نجحت في الهدف اللي انا عايزة احققه ولا لا اه نجحت نجحت بنسبة قد ايه نجحت بنسبة مية في المية لكن لو عدلنا الهدف شوي وقلت انا عايزة اشتري زبادي بالفواكه وروحت فعلا نزلت واشتريت زبادي بس مش بالفواكه زبادي عادي ورجعت البيت انا كده حققت الهدف ولا لا اه حققت الهدف بس مش بنسبة مية في المية لان انا جبت زبادي اه بس مش النوع اللي انا عايزة المثال البسيط ده بيورينا يعني ايه نجاح فول جي ماير عرف النجاح ان هو الادراك التدريجي لما يستحق ان يكون مهم في حياتنا والاهداف اللي امليت علينا والاهداف الشخصية لنا مع تحقيق توازن في جميع جوانب حياتنا وحددهم بست جوانب العقلية والجسدية والعائلية والمهنية والشخصية والمالية يعني ايه تعالوا نفسس كلام ماير حتة حتة الادراك التدريجي يعني ايه يعني بحقق الهدف خطوة خطوة وده شيء منطقي لان احنا عمرنا ما حنقفز قفزة واحدة نكون حققنا اللي احنا عايزينه حتة الناس اللي بتكسب اللوتري مثلا في الغرب عندهم كانوا بيسموها زمان عندنا في الشرق الاوسط مسابقات اليا نصيب كتير جدا جدا من القصص للناس اللي كسبت اللوتري وكسبت مبلغ مهول من المال او مثلا فكروا في شخص مشتغلش طول حياته وكسب مبلغ ضخم او جايزة ضخمة او ورث مبلغ ضخم وتخلص منه او صرفوا او فقدوا بسرعة قوي 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 لان النجاح محتاج ان احنا ندركه تدريجيا نوصله خطوة بخطوة كمان ماير بيحدد كذا نوع من الاهداف اهداف امليت علينا الحياة علشان نعيشها لازم بيكون علينا التزامات ومسئوليات حتى مثلا انت كرائد اعمال انت عندك التزامات ومسئوليات تجاه العملة اللي انت بتتعامل معاهم العميل بيملي عليك اهدافه وانت مجبر ان انت تحقق هذه الاهداف علشان تحقق النجاح اللي انت عايز تحققه وتوصل لاقصى مستوى من رضا العملة اللي عندك ففي بعض الاهداف بتملأ علينا في اهداف اخرى اهداف شخصية احنا اللي بنحددها لنفسنا ودي احنتكلم عليها بعد كده ومع هذه الاهداف لازم نحقق توازن في حياتنا في امور وجوانب حياتنا المختلفة لان لو اختل هذا التوازن هبقى عامزة الانسان المختل التوازن مش قادر يمشي عشان يوصل من النقطة الف الى النقطة بقى فتعريف النجاح هو ان انت بتحقق تدريجيا مجموعة من الاهداف وفي نفس الوقت بيكون في توازن في حياتك ما بين الجوانب المختلفة في حياتك ولازلنا بنناقش مفهوم النجاح وفي بعض النقاط اللي عايزة الفت نظركم لها النجاح في الحياة لا يعتمد على الذكاء والدرجة العلمية فقط فيها مثلة كتير قوي عن ناس يعتبروا اسكية الذكاء المعرفي او الفكري الذكاء العادي اللي بنقيسه بالايكيو هؤلاء الاشخاص للأسف ذكاءهم ما ساعدهمش انهم يحققوا النجاح اللي هم عايزينه فيه برضو ناس كتير وامثلة كتير من ناس حصلت على شهادات علمية واكاديمية عالية وبرضو ما قدروش يحققوا النجاح اللي هم عايزين يوصلوله فخلال البرنامج هنتكلم على بعض من ممكنات النجاح بعض الامور اللي بتمكننا ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا عوزينها لان لازم نرجع نفكر في تعريف النجاح اللي قلتلكم عليه هو ان احنا نحقق تدريجيا مجموعة من الاهداف مع تحقيق التوازن في حياتنا النقطة التانية هي ان حياتنا عاملة زي البازل زي الاوحجية الصورة الكبيرة اللي متكونة من كذا قطعة وعلينا ان احنا نقيد ترتيب هذه القطعة علشان نوصل للصورة الكاملة بترتبها الصحيح النقطة التالتة برضو المهمة اللي عايزة الفت نظركم ليها ان قمتك الحقيقية مرتبطة بالمشاكل اللي بتحلها مش المشاكل اللي بتسببها علشان كده دايما النصيحة بنقولها لرواد الاعمال لو عايز تبتدي عمل ما لو عايز تبتدي بيزنس ما لو عايز تبتدي مشروع ما فكر في مشكلة بيواجهها الناس من حواليك وصمم حل لهذه المشكلة ليه؟ لان قمتك الحقيقية كإنسان وكبيزنس مان أو بيزنس وومن بتقع في قدرتك على حل المشاكل مش خلق المشاكل النقطة الأخيرة كمان اللي عايزة ألفت نظركم ليها وإحنا لسه بنتكلم على مفهوم النجاح إن النجاح لا يعتمد على طموحك النجاح فعالياً بيعتمد على اللي بتنفزه واللي بتعمله واللي بتحققه أنت ممكن تتشدق بأحلامك وتقول أنا طموح أنا نفسي أعمل كذا أنا نفسي أحقق كذا ولكن على أرض الواقع لو ما بتنفسش الخطوات والإجراءات اللي تمكنك من أن أنت تصل لهذه النقطة اللي بتعتبر نفسك ناجح فيها يبقى نجاحك ده مش تحققش وملوش أي إيمة بالضبط زي لما أقول أنا مثلا من مصر ومن القاهرة لما أقول أنا عايزة سافر إسكندرية أنا عايزة سافر إسكندرية أنا عايزة سافر إسكندرية لكن ما خدتش خطوات حقيقية وإجراءات إن أنا مثلا حجزت القطر أو ركبت عربيتي وسقت في اتجاه إسكندرية عمري ما حققت هذا الهدف أنا عندي الطموح عندي الرغبة لكن ما نفستش الخطوات العملية الفعلية عشان أوصل فعمري ما هوصل رواد الأعمال النجحين عندهم بعض الصفات اللي بتميزهم عن البشر العاديين الآخرين إحنا مجموعة من البشر متميزين جدا وفي أربع خصائص أساسية بتميزنا عن الجميع الخاصية الأولى إن إحنا بنفهم الصورة الكبيرة حياتنا مليانة بالتفاصيل ومليانة بالضبط زي تروس المكنة كذا تروس ودام عشق في ده ودام عشق في ده وبينقل الحركة إحنا كرواد أعمال عندنا خاصية إن إحنا نشوف الصورة الكبيرة في مجملها آه بعد كده بنركز على التفاصيل لكن دايما دايما الصورة الكبيرة موجودة في مخيلتنا الخاصية التانية كمان اللي بتميز رواد ورائدات الأعمال إن عندهم رؤية للمستقبل وعندهم فكر منظم الرؤية البعيدة المدى مهارة وقدرة يعني لا تقدر بثمن لأن انت بتبقى شايف أنا عايز أوصل لإيه آه ومش بس كده انت عندك الفكر المنظم اللي يخليك تحط مجموعة من الخطوات عشان تتدرج في رحلتك عشان تصل للوجهة اللي انت عايز تصل إليها كان حاجة لطيفة قوي في رواية ألس في بلاد العجائب ألس راحت هذا العالم العجيب الغريب ومشي قبلت كائن من الكائنات العجيبة في بلاد العجائب وسألته الطريق منين هذا الكائن سألها انت راحة فين قالت له ما عرفش اللي هيبقى أي طريق هيوديك لما نبقى مش عارفين الوجهة النهائية اللي احنا عايزين نصل إليها هنبقى عامين كده زي ريشة في مهب الريح تيجي الرياح كده تجيبنا شوية تيجي كده تجيبنا الناحية التانية ولكن لو عارفين الطريق اللي احنا عايزين نروحه الوجهة اللي احنا عايزين نروحها هنمشي على الطريق هنعرف الاول نرسم الطريق ونمشي عليه خطوة خطوة الخاصية التالتة من الخصائص اللي بتميز رواد الاعمال ورائدات الاعمال الناجحين والناجحات هو ادركهم لاهمية الاطار الزمني واهمية الوقت في مورد اساسي من موارد حياتنا لا يتجدد ولا ندركه ابدا اذا ضع وهو الوقت كمان ادركنا للاطار الزمني لما بنحط خطة معينة او هدف معين عايز اوصله بعرف احدد الاطار الزمني المناسب علشان اوصل للهدف دو الوقت بالنسبة لنا غالي اوي 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 فما بنحبش نضيعه ابدا النقطة الرابعة اللي بتميز رواد ورائدات الاعمال الناجحين هو قدرتهم على بناء نظام دعم محدش فينا يقدر يحقق النجاح لوحده حتى ولو انت في شركة سغيرة او فريلانسر ان انت يعني اسميا ان انت لوحدك في حقيقة الامر هتلاقي نفسك بتبني نظام دعم حواليك وهنتكلم بعد كده على نظام الدعم دو ومكوناته لو مقدرتش ان انت تبني نظام الدعم دو وحيبقى الاساس اللي تحت منك واهي فمش هتقدر تبني النجاح اللي انت عايز تبنيه دول الاربع خصائص اللي بيميزه رواد ورائدات الاعمال الناجحين في نقطة مهمة جدا جدا احنا في رحلة ماشيين حياتنا على طريق بناخد عليه خطوة يوم بعد يوم لكن مستقبلنا بيعتمد على النهاردة مستقبلنا بيعتمد على يومنا ازاي؟ تعالوا اقولكم اولا مستقبلك مش جاهز لسه لسه مش عارفين ايه اللي هيكون في مستقبلك ومهما روحنا بقى والناس اللي بتروح للعرفين وبتسمع الكلام وحظك اليوم والكلام دوة مفيش حاجة مؤكدة لان المستقبل علم الغيب ولا يعلمه غير خالق الاكوان لكن النقطة اللي احنا متأكدين منها ان مستقبلنا لسه مش جاهز او على الاقل بالنسبة لنا وفيه فرق بين التفكير في المستقبل والتخطيط للمستقبل انا ممكن وانا قاعد في قطي ريلاكست كده قاعد افكر واقول اه انا نفسي كذا ونفسي كذا ونفسي كذا مجرد اني بفكر لكن لو خدت ورق او قلم وكتبت الحلم اللي انا بحلم به بتفاصيله استغيرة بايه اللي انا عايزة حققه وحولت هذا الحلم لاهداف وعملت اجراءات وتكتيكات معينة توصلني لده انا كده بخطط علشان كده عايزاكم تعرفوا الفرق بين اني افكر في المستقبل حاجة واني اخطط للمستقبل ده حاجة تانية النقطة التانية كمان ان اختياراتك النهاردة والقرارات اللي بتاخدها النهاردة هتأثر على نتائج بكرة وعلى اللي هتحققه بكرة ازاي بتقضي يومك ايه الامور اللي بتركز عليها ايه المفاضلات ايه السفقات اللي بتعقدها مع نفسك ومع الاخرين انا هتنازل عندها علشان اكسب ده دي كلها اختيارات وقرارات بتاخدها النهاردة لكن تأثرها ممكن تحسي به النهاردة وفرشور وبالتأكيد هتحسي به بكرة كمان ولازم تعرف ان فيه دايما مفاضلات بمعنى ايه ان دايما ما بيكونش عندنا اختيار واحد حتى لو توهمنا للحظة وانا في موقف ما ان انا ما عنديش غير اختيار واحد لا فيه كذا اختيار على الاقل فيه اختيارين اما اقدم على هذا العمل او لا اقدم على هذا العمل فاي موقف هتلاقي على الاقل اختيارين نعم ولا ابيض اسود يمين شمال ومواقف كتيرة جدا جدا بيكون عندنا اكتر من اختيار وعلشان نصل للاختيار لازم افكر في المفاضلات لازم اقارن بين هذه الاختيارات ايه اللي هدفعه من وقته وجهده وموارد في هذا الاختيار مقابل ايه اللي هكسبه او العائد اللي هيعود علي الاختيار التاني بعمل نفس الامر وهذه العملية المفاضلة شوية شوية لما نمرن نفسنا هنتعلم ازاي ناخد القرارات الصحيحة اللي مش هتفيدني النهاردة وبس دي هتفيدني كمان في المستعبل النقطة الرابعة ان الندم احساس وحش قوي صديق من اصدقائي وانا بكلمه على التخطيط الاستراتيجي الشخصي وفكرة هذا البرنامج قال لي انت فكرتيني بانسان رائع قابلته وانا عندي عشرين سنة وهذا الانسان سأل صديقي وقال له انت ايه اهدافك بعد عشرين سنة عايز تحقق ايه بعد عشرين سنة فصديقي رد عليه كشاب لسه يعني لم تتبلو ور شخصيته وقال له اه معرفش عشرين سنة ده وقت طويل قوي ايه اللي خليني افكر النهاردة في عشرين سنة جاية فالمنتور بتاعه او هذا الشخص اللي كان بيرشده وبيعلمه قال له بعد عشرين سنة انت حتكون اكبر بعشرين سنة ولكن هل هتكون افضل بعشرين ضعف صديقي بيقول لي يوميها قعد تفكر في الكلمة دي هكون اكبر بعشرين سنة لكن هل هكون افضل بعشرين ضعف وده خلاه ان هو يجتهد اكتر في دراسته لانه ما كانش يواخد دراسته على محمل الجد وانه هو يفكر في ايه المهارات وايه الاخلاقيات وايه الامور اللي انا محتاجة تعلمها النهاردة علشان بعد سنة اتنين تلاتة عشرين اكون افضل من الانسان اللي انا عليه النهاردة بعشرين ضعف لان الندم احساس سيء جدا 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 الندم ان انت ما اخدتش قرار صح في لحظة كان لازم تاخد فيها قرار ان انت لم تقدم على عمل كان مفروض ان انت تعمله فتندم تقول انا ليه ما عملتش كده انا ليه ما تصرفتش بالطريقة دي انا ليه ضيعت الوقت في مقولة لطيفة قوي بيقولك عايز تعرف قيمة الدقيقة شوف شخص فاته القطر القطر ممكن يفوتنا في دقيقة الدقيقة ليها تمن في حياتنا ممكن يفوتك طيارة ممكن يفوتك امتحان ما تدخلوش ممكن اونلاين وانت بتعمل سابمات مثلا لبروبوزل لعميل من العمل والبروبوزل ده له ديدلاين لازم تسابمات البروبوزل فيه تيجي تسابمات الوقت يكون ضاع ما تقدرش تقدم له البروبوزل بتاعك عشان تاخد منه الشغل الدقيقة ليها قيمة في حياتنا ومش بس الوقت والقرارات هما اللي ليهم اهمية ولكن برضو علاقاتنا ليها اهمية قصوى دايما بيقولوا انت محصلت اكتر خمس اشخاص بتتعامل معاهم دايرة العلاقات اللي ديقة اللي حواليك الناس اللي بتتعامل معاهم يوم بعد يوم ليهم تأثير كبير اوي عليك ودايرة علاقاتنا دايرة متغيرة بتكبر بتديق بندخل فيها ناس جديدة بنخرج منها ناس معينة فلازم لازم كرائد اعمال ناجح انك تفكر في دايرة علاقاتك دي وتأثيرها عليك مين الاشخاص مثلا اصدقاء او معارف اللي بتقعد معاهم كتير ايه نوعية الكلام اللي بتتكلمه عنه يا ترى بيساعدوك على ان انت تنمو وتترقى ولا بيجيبوك الارض فلازم لازم تفكر في دايرة علاقاتك وتشوف مين اللي يستحق انه يكون في دايرة علاقاتك ومين اللي لازم يطلع من هذه الدائرة كمان النجاح بيعتمد على حاجة مهمة جدا جدا هي ما يسمى بالتوقيت المثالي والتوقيت المثالي ما بيكونش بس في العمل بيكون في العمل وفي الحياة تبص تلاقي لاعب التنس لو ما حركش مضربه والكورة في الهوى على بعد مسافة معينة ويبتدي حرك مضربه مش حيدربها في الوقت الصح علشان يحقق هدف حياتنا كلها كده بالضبط دايما بيكون فيه توقيتات مثالية احيانا الحياة هي اللي بتزبط التوقيت دو لكن ما نقدرش نعتمد على دو طول الوقت لازم احنا كمان يكون لينا دور في تحديد التوقيت المثالي علشان كده الهدف الاسمى لينا مش ان احنا نبقى سعدة وبس ولكن ان احنا حياتنا تكون مقصودة ومتعمدة ان احنا نعيش حياتنا عن قصد بمعنى ايه ان انا اصمم حياتي اجراءات معينة في حياتي ولما يكون عندي هذا القصد وهذه النية حعرف انهي طريق هيوصلني للوجه اللي عايز اوصل حعرف ايه المهارات اللي تنقصني واللي لازم اعمل عليها علشان اصل اليها كمان لما افكر في التوقيت المثالي انا كده بتحكم في مصيري في مننا كتير بعيشوا حياتهم بعقلية الضحية انا ضحية الظروف انا ضحية العيلة انا ضحية تربية ابويا وامي انا ضحية الدكتور اللي استقصدني انا كذا انا ضحية كذا ممكن نلاقي عشرات الاسباب اللي بنستخدمها كاعذار اللي بنقولها لنفسنا وبنخدع بيها نفسنا علشان نبرر احنا ليه موصلناش لللي احنا عايزين نوصله دايما في مقولة بتعجبني الانسان مسير باختياره على الرغم من ان احنا جزء من خطة كونية كبيرة جدا جدا ولكن ربنا سبحانه وتعالى اعطانا حرية الاختيار واعطانا القدر على الاختيار فاحنا ماشيين في هذا المسار باختيارنا بقراراتنا انا اللي بقرر اروح المكان الفلاني انا اللي بقرر اصاحب هذا الشخص انا اللي بقرر اني ااخد المجال دو ومش المجال التاني انا اللي بقرر هقضي يومي ازاي انا اللي بقرر اني اضيع وقتي او ان انا استفيد منه فمهم جدا جدا ان احنا نعرف ونفهم ونتأكد ان احنا لنا دور كبير جدا جدا في التحكم وفي تحديد مصائرنا سر تاني من اسرار التوقيت المثالي هو ان الامل مش استراتيجية ما ينفعش ان انا اقول انا عندي امل مش كفاية مش كفاية ابدا هذا الامل وهذا الحلم اللي ما بقللش من اهميته لا يكفي انه يكون استراتيجية تبني عليها حياتك اي لعبة اي لعبة حتى الفيديو جيمز اللي الشباب بيلعبوها او الالعاب الرياضية بيبقى المدرب داخل باستراتيجية معينة هل عمركم شفتم مدرب بيقول للفريق بتاعه والله احنا املنا ان انتوا تنجحوا وانتوا تنزلوا الملعب وتحققوا جوان ماينفعش اللاعبين حيبقوا بصنلوا كده ايوة طب يعني نعمل ايه انهي تشكيل مين حيقف فين حنتصرف ازاي فالامل مش استراتيجية لان احنا محتاجين استراتيجية عنشان نحدد التوقيتات المثالية سر اخر من اسرار التوقيت المثالي هو ان احنا نفهم ما يسمى بنقطة العائد الاقصى يعني اقصى استفادة ممكن حققها في موقف ما على سبيل المثال طالب بيذاكر قرر في يوم ان هو بدل ما بيذاكر ساعتين لا ده هيذاكر اربع ساعات متواصلة قاعد قاعد فعلا على مكتبه اربع ساعات لكن محصلته الدراسية عمرها ما هترقى لفعلا فعلا ان هو قاعد يذاكر الاربع ساعات ليه لان في نقطة مهمة جدا اغفلها هذا الطالب ان تركيزه الساعتين دول بعد ما بيتجاوز الساعتين بيفقد تركيزه فيبقى الساعتين اللي بعد هذه النقطة نقطة العائد الاقصى ما لهاش اي فايدة يبقى لازم يوقف يرتاح يغير جو ويرجع تاني يذاكر ساعتين تانين فمهمة اوي ان احنا نعرف ان في حياتنا في المهام اللي احنا بنعملها في هذه النقاط اللي بتسمى نقطة العائد الاقصى هل وصلت لأقصى عائد ممكن اوصله نتيجة لهذا الفعل لو فعلا وصلت لهذه النقطة لازم اغير استراتيجيتي على سبيل المثال شخص في وظيفة في وظيفة ما يسأل نفسه هل انا قدامي فرصة للترقي اكتر من كده ممكن الاجابة ايوة انا لسه قدامي فرص ولسه ممكن اترقى في المناصب ولسه ممكن احصل على مشاريع جديدة ومسؤوليات جديدة وترقيات وزيادة في المرتب يبقى خلاص لسه ما وصلش لنقطة العائد الاقصى ولكن شخص بقاله في الشركة دي او في المكان ده وسنين مفيش خلاص امل بعد اللي هو حققه مفيش فرصة انه يترقى اكتر مفيش زيادة في المرتب مفيش زيادة في المسئوليات مفيش مهارات جديدة هيتعلمها يبقى خلاص وصل لنقطة العائد الاقصى لازم يعيد ترتيب اولوياته من جديد ولازم يفكر في استراتيجية جديدة نرجع نرجع تاني لمفهوم الحياة المقصودة او الحياة المتعمدة وده مفهوم زهر مش من فترة طويلة او ان احنا لازم نعيش حياتنا بقصد زي ما قلتلكم قبل كده وفي اربع خطوات هي اللي هتمكننا ان احنا نعيش هذه الحياة المقصودة النقطة الاولانية اني استرشد بخطة استراتيجية اني ما فكرش بس في اهداف النهاردة او اهداف الشهر او اهداف السنة ده له وقته وله مكانه ولكن قبل ما افكر في النهاردة لازم يكون عندي رؤية بعيدة المدى فالبداية ان يكون عندي رؤية بعيدة المدى لانا عايز حياتي يكون شكلها ايه بعد ثلاث سنين او بعد خمس سنين او احيانا بنكون عارفين ان في مرحلة معينة هتنتهي وحتبتدي مرحلة جديدة على سبيل المثال انا طالب دلوقتي او طالبة في الجامعة بعد ثلاث سنين من دلوقتي هتنتهي المرحلة الجامعية وهدخل في معترك الحياة العملية او مثلا انا مخطوبة وعلى وشك اني اتزوج حياتي قبل الزواج حاجة وحياتي بعد الزواج حاجة تانية فلازم اخطط للمرحلة الجديدة فالخطة الاستراتيجية هي خطة بعيدة المدى او خطة بتجهزنا لمرحلة جديدة احنا داخلين فيها فالبداية علشان نعيش هذه الحياة المقصودة ان احنا نعمل الخطة الاستراتيجية اللي احنا بنعملها في البرنامج دو الخطوة التانية بقى هي ان انا احول هذه الخطة الاستراتيجية لمجموعة خطط اصغر وادياء في الاطار الزمني برضو مجموعة من الاهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى علشان اقدر احقق الخطة الاستراتيجية دي فزي ما قلتلكم مثلا هنخطط لمدة 3 سنين ده الخطة الاستراتيجية بتاعتنا هاخد هذه الخطة واستقي منها الخطة السنوية للسنة دي بس والخطة السنوية دي هحولها لخطة شهرية 12 خطة شهرية اصغر والخطة الشهرية دي احولها الخطة اسبوعية وكل يوم اكون عارف ايه اللي مفروض ان انا اعمله علشان في نهاية الشهر احقق الهدف الشهري اللي انا كنت عايز احققه علشان في نهاية السنة اكون حققت الهدف السنوي اللي انا عايز احقققه الخطوة التالتة هي الالتزام القوي باستراتيجيات ادارة الوقت زي ما قلتلكم وبكررها تاني ان الوقت مورد لا يتجدد وما اقدرش العب فيه ما اقدرش اقول النهاردة هيكون عندي 24 ساعة لكن بكرة عندي 25 ساعة ما ينفعش ما ينفعش ان انا ارجع بأثر رجعي واغير سوبرمان في الفيلم حاول ان هو يغير القدر ويرجع تاني في الزمن ودايما افلام الخيال العلمي بتخلينا كده نعتقد ان احنا ممكن نرجع في الزمن او نروح للمستقبل ونعيش وينعيش الماضي ونحاول نغيره او نعيش المستقبل لكن ده طبعا ده خيال علمي لكن اللي فعلا بنملكه هو اللحظة الحاضرة اللي احنا عيشنها فلو استثمرت في مهارات ادارة الوقت وتعلمت ازاي ان انا ادير وقتي صح مش هضيع هذا المورد الذي لا يقدر بثمان رابع خطوة هي ان احنا ننشئ نظام دعم اجتماعي ومساءلة لنفسي زي ما قلتلكم مفيش حد بيقدر يصل للنجاح لوحده فلازم نتركز على انشاء دعم نظام دعم يدعمنا ناس اتعلم منهم ناس افوض ليهم بعض المهام واهم حاجة ناس يشجعوني على ان انا اعمل فيبقى فيه نوع من المساءلة هذا الشخص يسألني ها عملت ايه النهاردة احيانا بنضيق ونتدايق من الناس اللي حوالينا اللي بتسألنا زاكرته اشتغلته عملته اجتهدته انا شايفة ان وجود هؤلاء الاشخاص في حياتنا نعمة كبيرة جدا جدا لان وجودهم في حياتنا بيعمل هذا النوع من المساءلة اللي ضرورية جدا 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 علشان نصل للي احنا عايزين نوصله لما بنكتب خططنا واهدفنا بنفعل ما يسمى جهاز التنشيط الشبكي اللي موجود في عقلنا هذا الجهاز مهمته انه يساعدنا على التركيز فلما بنغطي هذا الجهاز العصبي رسالة واشارة ان هي دي الحاجات اللي انا عايزك تركز عليها مخنا بيكون متيقز للامور اللي حوالينا بيعملوها في التجارب مثلا في تجربة جابوا فريقين والفريقين بيمرروا كرة بيضة بينهم وطلبوا من الاشخاص اللي اشتركوا في الدراسة دي انهم يعدوا عدد المرات اللي اتمررت فيها هذه الكرة ما بين الفريق ده والفريق ده وأثناء الماتش ده دخلوا رجل لابس دي غوريلا غوريلا ومشي بعد المشاهدين او المشاركين في الدراسة لما شافوا الفيلم القصير ده وسألوهم على عدد مرات تمرير الكرة وكمان سألوهم اذا كانوا شافوا الغوريلا اللي مشيت ولا لأ ويا للعجب ناس كتيرة جدا جدا من اللي شاركوا في الدراسة ما شافتش هذه الغوريلا وهي ماشية بين الفريقين لان تركزهم كان على الكرة البيضة اللي قعدة بتتنقل بين الفريقين لما بندي مخنا اشارة معينة لإيه اللي احنا عايزين ويركز عليه بينشط هذا الجهاز الشبكي في انه يقود كل حواسنا ان احنا نتتبع هذا الامر صديق من اصدقائي قال لي انه هو كان عايز يشتري مركة عربيات معينة ومن بعد ما قرر انه يشتري السيارة دي والمركة دية بيقول لي بقيت اشوفها في كل حتة نفس العربية اللي انا عايز اشتريها بنفس اللون كل ما اقف اشارة الاقي نفس السيارة ماشية جنبي اللي حصل هنا هو مش ان العربيات كترت لأ هو انه فعل جهاز التنشيط الشبكي العصبي ده انه يتتبع هذه المركة فبقى بياخد باله من المركة دية والعربية دية السيارة دي باللون ده لما نكتب اهدافنا ونعمل الخطوات دية انت دلوقتي بتفعل هذا الجهاز العصبي انه يشوف الفرص المتاحة ويستفيد منها يحدد المهارات اللي محتاج يتعلمها ويعملها يحدد الافعال او المهام او السلوكيات اللي لازم يعملها ويعملها على مدار السنين لان وانا طفلة عندي 13 سنة حطيت لنفسي مجموعة من الاهداف فبقيت بدور دايما على الفرص اللي اتحقق لي الهدف ده ده مثال من واقع حياتي وطبعا الامثلة كتير علشان كده انا مؤمنة جدا جدا بفايدة التخطيط الاستراتيجي لاني شفت نتيجته بنفسي سنة ورا سنة ارجو ان انتوا تتابعوا المحاضرات القادمة ساعدت بوغودي مائكو اشتركوا في القناة